فإذا انت من الناس العصبيين واستخدمتها بهاي الطريقة كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة بتصير معاك راح تلاقي انه بعد فترة أول شي انت بطلت عصبي وراح تلاقي انه بعد فترة جسمك تحسر يعني يا سيدي اعتبرني بخرف بس إذا عندك هيك هذا حس الكيورييسيتي فأنت عندك حس انه ها طب ممكن طب بركي كلامه حلو بركي كلامه صح ها انا في اللي بحكي لكم بيام شمالي بحكي لك روح نط عن جبل وجرب انا بحكي لك على طرق عملية بسيطة انت ممكن تطبيقها في حياتك اليومية في كل يوم مرة ايش يعصبني طب انا كنت شقدر عملها يا انت تلت اربع مرات باليوم بدي اروح على الجيم وظلني اتمرن انا وحاموت انا كل مواحد حكالي كلمتين ده اروح اتمرن على الجيم احام السوبرمان اهلا وسهلا فيكم يوم جديد يسعد صباحكم ومساعكم وين ما كنتم وين ما كنتم عم بتتابعوني عنوان الفيديو انه كيف توجه طاقتك السلبية مع انه حكيت في الفيديو اللي قبله عن الطاقة بطريقة مطولة كيف توجه طاقتك السلبية والغضب العصبية بانك تبني جسم حلو انك تبني جسم خرابي كمان هاي تجربتي الشخصية انا يعني برجع بحكي لكم من الاشياء من التجارب اللي بتصير معاي والتجارب اللي بتصير مع الناس اللي بدربها والناس اللي حوالي مش عمالي بجيب اشي من برة مش عمالي بس بمسك كتب وشو مكتوب فيها وبحكي عنها انا بس عمالي بحكي عن الاشياء اللي صارت معي بتحب تطبيقها انت وتشوف اذا ممكن تشتغل معاك ليش لا يعني يا سيدي اعتبر اعتبرني بخرف بس اذا عندك هيك هذا حس فانت عندك حس انه ها طب ممكن طب بركي كلامه حلو بركي كلامه صح ها بركي هاي بركي لو بركي كلامه صح مجرب مشيت معاك مشيت ما مشيت معاك زي ما حكي انا دخل من هون وطلع من هون ما صار اي اشي يعني ما رح تخسر ولا اي اشي انا اللي بحكي لكم ايام مش عمالي بحكي لك روح نط عن جبل وجرب انا بحكي لك على طرق عملية بسيطة انت ممكن تطبيقها في حياتك اليومية في كل يوم تاخد لها شوية وقت عشان تشوف نتائج بس ممكن تشوف نتائج خرافية عليها لما انا كنت مراهق تينيجر متربي انا في حرب متربي في فلسطين وفي فلسطين كنا متربيين بالحرب فالناس كلها دايما كانت تنس دايما مشدودة بلد حرب لبنان بلد حرب سوريا بلد حرب عشان هيك انا محكي العالم العربي انا بعرف في ناس كتير قادرة تستوعب وانا ممكن ادق على وطر حساسة ناس كتير لانهم عاشوا هاي التجربة فبما انه كل الناس تنس مثلا بالاردن انا كمان درست في الاردن في الاردن الناس مضغوطين نفسيا عندهم الضغط النفسي عالي فالكل عصبي بديش احكي الكل بديش احكي الكل في ناس عسل وروعة واكتر صراحة بني ادم رايق انا تعرفت عليه في حياتي وهو اللي علمني اصلا الرواءان والهدوء وكيف انه الواحد يسمع هو جزخالتي من الطفيلة بني ادم اروع ما يكون لما تقعد معاه هادي رايق متكلم متحدث ولا احلى منه رجل زي العسل فما بدي احكي الكل كل كلمة غلط في ناس مضغوطين وفي ناس شوي عندهم الضغط هاد بسبب لهم عصبية سواء من موضوع رواتب سواء من موضوع فلوس سواء من موضوع حب من بغض النظر من من جاي العصبية فانا كمراهب في هديك الفترة كانت عندي هاي العصبية وكنا ايش احنا عنا يعني العصبي اكتر والمشكلجي اكتر معناها زلمة اكتر ها معناها رجال اكتر طلعت رجولي مالهاش علاقة في هاد الحكي كله طلعت هاد الحكي اصلا انت بتكون يعني على غباء اذا انت بماشي في هاد الطريق لانه رجولي مش بالعضلات وممكن يجي عفكرة واحد هيك طوله بعرض زيه وضخم ويجي واحد بلعب كارتية ومارشال ارتس هلده هلده بس عنده تكنيك معينة حطك في الارض وانا شعيفها هلده هلده واحد بقى طوله متر ونص كان عنا في الجيم كل الجيم بخاف منه مش بخاف منه يعني بيحترمه لانه لما تشوفه في الرنج لما تشوفه على الحلبة سفاح ليه لانه عنده تكنيك لانه بعرف مش مبين عليه ولا مبين عليه اصلا بروح على الجيم فالموضوع مش بالعضلات والموضوع مش بالضخامة والموضوع مش بكبرك والموضوع مش بعصبيتك ومش بعلي صوتك كمان لما تصيح وهذا وبضربك وبجيب لك اصحابي وبنعرف الكلام الفارق كله بهديك الفترة انا كنت عصبي خلينا لهون بعدين الحمد لله اني تغيرت وصرت من اروح الناس ومن الاشياء اللي خلتني كتير احب الحياة ان انا فعليا صرت رايق وصرت هادي اني صرت استمتع في الدنيا صرت استمتع لما اشوفه موقف واعرف اني ما اتفاعل معه ارجعلكم للفيديو الاساسي اذا انت بهالمرحلة ما دخلت في الطاقة ما دخلت في الطرق اللي هي نفسيا ممكن انت تريحك خلينا نحكي على الفيزيكال انا بدي احكي بهذا الفيديو على الفيزيكال الفيزيكال مع اني كنت عصبي وكنت حرك انا كتير حرك في طاقة كتير عالية وكان في عصبية كتير عالية فكان صحابي تخوتوا دايما يقولول اللي بدعس على خيالك ممكن تضربه لعددرجة اللي لقيته انه طبعا صارت بالصدفة ما كنت لسه برضو واعي وفاهم شو اللي عم بصير برضو صارت معاي بالصدفة انه في يوم من الايام انا معصب وزعلان من الجامعة كتير كتير زعلان مادة رسبت فيها وشايف الدنيا تيكني كولر الواني صحابت حالي دايريك كانت معاي اواعي الجم والجم كان قريب على الجامعة عندي وروحه ماشي صحابت حالي خلصت ظلت ننازل على الجم بهذاك اليوم رفعت اكتر وزن بهذاك الوقت بقدر ارفعه على الديدلفت رفعت اكتر وزن بقدر ارفعه على تمارين الظهر تمارين الرجلين كان اشي غريب انه لما انا اروح وبحاول وهذا بهاي المرحلة انا ما كنت مركز بس انا رايح بدي افش قلبي بدي افش غلي بدل ما اضرب حدا رحت على الجم طلعت هاي الطاقة في التمرين خلصت التمرين من هنا ما فيش فيي عضلة مش تعبانة هل كان بس يعني من هناك تعبان لدرجة انه تعرف لما تكشر بلزمك عضلات الوجج انك تكشر زي هيك مش هذا مش هذاك مرخي 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 على الاخر طلعت حتى بعديها اكلت حبة سنيكرز بتذكروا هذا اليوم ف الايت شبكت معاي لانه في مرات بتصير معاك مواقف في حياتك بتشبك هادي هيك بتذكرها على طول هادي تذكرتها لانه انا فعليا كنت كتير عندي غضب وعصبية ورايح بدي ادمر الدنيا بس استغليت هذا الموضوع في التمرين فصورت كل مرة اشي يعصبني طبع انا كنت شقدر اعملها يعني تلتة اربع مرات باليوم بدي اروح على الجيم او اتمرن انا وحا موت انا كل مواحد احكالي كلمتين اروح اتمرن على الجيم احا مش سبرمان بس بشكل عام يعني لما في اشي هيك كبير يعصبني طبعين اعضلني رايح على الجيم دايركت حتى لو مثلا انا موعدي بالليل معود حالي اروح بالليل او موعدي الصبح الدنيا الظهر معاي شوية وقت حتى لو بين المحاضرات عصبت ازعلت اروح على الجيم بدلا ما اعمل مشكلة بالجامعة اتمرن اطلع كل الطاقة هاي اكتشفت انه هاي الايام كانت اكتر ايام انا عمال جسمي بستفيد منها لانه في طاقة وفي طاقة خرافية والطاقة خرافية هاي كلها عمالها بتطلع وين افورت ان بحط مجهود بس مجهود في اشي بوزيتف مجهود في اشي بالاخر رح يرجعلي بعائد كويس هذا العائد الكويس اللي هو انه جسمي وعضلاتي رح تكبر في ناس كتير بتحب الركض حلا انا بحكي جيم لانه انا انا اذا بتسمعوا لي فترة بتعرفوا اني بحب الاوزان وبحب الحديد اذا انت بتحب الركض الركض حكينا عليه في فيديو سابق انه في اشي بقولوله للرنرز هاي انه واحد كأنه بكون هاي على الاخر مبسوط طب شو معناته حتى لو انت زعلان ومعصب وارفان حياتك طلعت ركضتلك نص ساعة خمسة واربعين دقيقة رح تلاقي حالك برضو دخلت في المود هاد اللي هو مود الرنرز هاي دخل في مود حلو فانت طلعت الطاقة هاي ممكن مثلا اذا انت بتركض على بيس معين على سرعة معينة تلاقي حالك بهذاك النهار عمالك بتركض اسرع اذا انت بتعمل الرياضة اللي هي الكونتاكت سبورت مارشال ارتس بوكسنج شو اللي عمالك بتعمله واحد تتمرين بس ما تأذي حدا يعني ممكن على البوكسنج باك تروح تطلع الطاقة هاي كلها تضلك ضرب 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 بس ضرب بطريقة انك عمالك بتستعمل التكنيك لتمرينك فانت بتتحسن فهون انت استخدمت الطاقة السلبية هاي استخدمت العصبية هاي كلها اللي عندك استخدمت الغضب العالم اللي جايك من جوا في اشي بوزيتف لانه عائده رح يرجع عليك بعد بفترة باعتمشي مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين انت مش رح تكون بني ادم مثلا عصبي ومرة واحدة تصير زن ومرتاح والحياة اللطيفة طبعا طبعا الموضوع باخد وقت تبرمج عقلك الباطن انك انت بني ادم تغيرت بده جسمك يتعود على انك انت بني ادم تغيرت فاذا انت من الناس العصبيين واستخدمتها بهاي الطريقة كل مرة كل مرة كل مرة بتصير معاك رح تلاقي انه بعد بفترة اول شي انت بطلت عصبي وراح تلاقي انه بعد بفترة جسمك تحسن فهيك انا هذا الموضوع اخدني سنين ما بحكي لكم انه مرة ومرتين انا بحكي لكم عالموقف اللي شبكت معاي فيه عالموقف اللي صارت هذا الموضوع اللي طلع للعقل الواعي انه اه هادي اللمبة اللي بتطلع بتضوي قدامك هاي هيك هاي اللي طلعط لي فهاي اللي فهمت انا فيها شو اللي عماله بصير وهونا بناعا عليه كملت صرت كل مرة انه طيب هلا انا بواعي اه عصبت زعلت رح اروح للجن فهيك انا بنيت الجسم الخرافي وهيك انت ممكن غضبك وعصبيتك انها تساعدك انك تبني جسم خرافي او توصل للفتنس تبعتك او تصير بني ادم اقوى او تصير بني ادم اسرع او تصير سوبرمان او اللي انت بدك اياه تصيرو بتصيرو هيغطيكم العافية عجبكم الفيديو اعملوا لايك اللي كمل فيديو الاخر بشكره من كل قلبي وفشوركم كم فيديو اللي باتي